موسيقى صباح الخير من قائد شفاتسفالت بلاك فورست أو ما يسمى بالعربية الغابة السوداء وهي أكبر غابة في ألمانيا تقع في القسم الجنوبي من ألمانيا ونحن الآن في وسط هذه الغابة هناك عديد من البيوت للأجار ولكن أجرنا واحد منهم سنبدأ مشوارنا واليوم سنكفي بالمشوار الصعود على هذا الجسر معلق بعد قليل إلى فوق ولكن في البداية سنذهب على الشلالات سنذهب لأجرنا بسبب طبيعة بناء الجسر كجسر معلق من الفلاز كان دائماً عبت مرجع حمين وشمال فكان من الصعوبة في مكان الحفاظ على التوازن من دون ما واحد يتمسك المنظر كان يستحق التجربة فعلاً هذه المشاهد من فوق الجسر سبحان الخلاق العظيم مناظر خلابة جداً ومن جهة الشمال الشلال الذي شاهدناه قبل قليل من الأسفل يمكن رأيته من الأعلى حيث أن الجسر يقع فوقهم مباشرةً المحطة التالية هي بحيرة تسمى شلوخزي هناك استأجرنا دراجات هوائية وقمنا بجولة حول البحيرة تبلغ حوالي 23 كم تقريباً في منتصف الطريق كان في فجوة بالطلع على البحيرة فصورته من خلال الدرون منظر رائع سبحان الله جنة على الأرض نظر على التاليفريك واكتشفنا أن هذه المانطة هنا مطلع على وادي ولا أجمل سبحان الخلاق العظيم أتمنى تتابعوني على صفحتي على اليوتيوب على تيك توك تدعمونا لحتى نستمر معكم وشوفوا فيديوهات جديدة شكراً لكم طقص عاصف طقص رغم صفاوة الطعس لأن الهواء كان عاصف جداً لذلك اضطررت أني سجل الصات تسجيل بعد الفيديو بسبب قوة الهواء وكما يوضح في الصورة الجسر المعلق يمكن رؤيته بالعين المجردة من هذه النقطة تسجيل 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 كفريون من الغابة السعوداء ونحن في الجيل بان او ما يسمى بالتليفريك اعلى نقطة في الغابة تقص بارد جداً سلق الجبال من أعلى القمر تابعونا تابعونا اشتركوا في القناة هنا ينتهي مشورنا من الغابة السوداء نرجو ان تكونوا قد استمتعتم دمتم برعاية الله ونلقاكم في رحلة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته